إلهي أن يؤذن أذان الفريضة لا تفكر في شيء سوى أن تؤدي حق الله عز وجل مهما كان عندك من الشواغل والمشاغل فإذا أصبحت لله عز وجل مؤديا حقه بل إن من التوفيق للعبد أن البعض لا يفكر في الصلاة عند النداء والأذان بل منهم من يفكر في الصلاة قبل دخول وقتها بساعات ومنهم من وفقه الله حتى بلغ درجة الرباط وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة لن يبارك للعبد في وقته إلا إذا أدى حق الله في صلواته فالذي يريد أن يبارك الله له في وقته وفي عمره بزمانه أول ما يفكر فيه الصلوات الخمس فإذا نظرت في يومك إلى ساعات الصلاة وخلصتها لله عز وجل وأديت الصلاة كما أمرك الله سترى بركة ذلك في جميع أمورك سترى بركة ذلك في جميع أمورك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة